يعتبر نيكولا توتان حارس مملكة الطماطم في قلعة البوردازيير في محافظة توران الفرنسية هنا يوجد أكثر من 650 صنفا من الطماطم المستوردة من 60 بلدا مختلفا وإن لم ينضج العديد منها بعد فذلك مرده لتأخر الصيف هذا العام هنا كل المزرعات عضوية وطعمها يختلف كثيرا عن طعم الطماطم الأخرى نجد في السوق طماطمة تسمى بالطماطم العنقود وهي صنف تم زراعته كي ينضج على العنقود نفسه في حين أن الطماطم القديمة مثل هذه يمكننا أن نراها الواحد بعد الأخرى لقد تم اختيارها لهذا السبب وليس من أجل طعمها على الإطلاق وحده ساق النبت الذي نراه هنا يمنحها النكهة الأمير البيال بيردو بغوغلي الذي كان يلقب بالأمير البستاني وراء هذه المجموعة الفريدة من نوعها في فرنسا هذا المسرفي السابق تخلى عن كل شيء في التسعينيات وقرر السفر حول العالم بحثا عن أقدم أصناف الطماطم والدافع لم يكن فقط الحفاظ على الحياة النباتية الحديقة بالبستان هي عمل سياسي ذلك لأنه يرسم الطريقة التي نعيش بها اليوم الإنسان يحب المتعة هو يأخذ ويعطي القليل ولا يحاول فهم من أين يأتي كل شيء المعهد يفتح أبوابه للجمهور على مدار السنة والمطبخ يقترح طماطم بالشكل عصير وسلصة وحساء وحتى حلوى ما من شأنه مفاجأة الجمهور والحرس على صحته لون الطماطم يتراوح بين الأصفر والأخضر والوردي والأسود استوردنا الصنف الأسود من شبه جزيرة القرم هي غنية بالمواد المضادة للأكسادة والشيخوخة وهي غنية بالفيتامين سي في عام 2012 استهلكت كل أسرة فرنسية حوالي 15 كيلوغراما من الطماطم الطازجة وواحدة من كل خمس طماطم يمكن اعتبارها عضوية